مبروك ألف مبروك الله يبارك بك حبيبي مبروك لكل جماهيرنا الوفية اللي آزت منتخبنا هذا اليوم مبروك لشعبنا مبروك لمنتخبنا الوطني اللي يقدموا أداة رائعة برغم ظروف الجوية الصعبة الحقيقة اللاعبين كانوا أبطال فعلاً أنه اليوم أدماج تماعي بمطلبة منهم أنه اليوم يظهرون معدنهم الحقيقي وأنه هاي البداية الحقيقية في هذه البطولة اللهم كانوا على قدر مسؤولية فشكراً لهم شكراً لكادرهم التدريبي شكراً لكادر إداري شكراً لجماهيرنا اللي ساندت هذا الفريق الحقيقة بالتأكيد اليوم إحنا سائدين لأن هذه المباراة كانت لا تقبل القسمة على اثنين يجب أن تحقق نقاط المباراة ثالثة من أجل تستمر للوصول إلى نصف النهاية ولكن هذا لا يعني أنه انتهى كل شيء في أدنى مباراة مهمة أمام المنتخب اليمني يجب أن نجتازها من أجل الوصول لتحقيق إن شاء الله النقطة رقم سبعة في هذه المجموعة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر